مرة تانية ومعها دلوقتي الأستاذ طرق أنديل عضو مجلس دارة النادي الأهلي ورئيس لجنة عضوية النادي الأهلي وعملين هناك شغل بقى أكثر من رائع مع محبي وجمهير النادي الأهلي تفضل أمير بجد الترحيب بك كابتن أسامة وكابتن إسلام وطبعا زمالي وأصدقائي الأعزاء دكتور أحمد سابت وكريم سعيد برحب بهم وكل جمهير النادي الأهلي في كل مكان يعني دائما نحن متعودين من النادي الأهلي اللي هو بيستغل أي حدث في مختلف الأصعيدة اللي بتخص النادي ومختلف الأمور اللي ممكن تطور من النادي في جميع الجوانب وده أمر مهم جدا أنا معي في هذه اللحظات الأستاذ طرق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي قل له بس يا وش السعد بالنادي الأهلي يا أستاذ طرق براحب بك في البداية وكابتن أسامة في البداية بيقول لك يا وش السعد ربنا يخليك باشا ربنا يا ربي ديم السعد كله عن نادي الأهلي الجمهور تحاية لك يا كابتن إسلام وألف مبروك على البرنامج إن شاء الله يكون فالحسن علينا كلنا وعن نادي الأهلي وتحاية الكابتن أسامة حسني أخونا الحبيب ودكتور أحمد ثابت والأستاذ كريم سعيد في البداية طبعا يعني كان فيه النهاردة اجتماعات مهمة جدا من خلال حضرتك مع الجالية المصرية الموجودة هنا في الإمارات بالتحديد في دبي يعني ليه ترويج لعضوية النادي الأهلي أعرف أن الأهلي صرف كتير جدا على البنية التحتية مبالغ كبيرة عشان يكون مستوى النادي الأهلي دايما ودمير النادي الأهلي بشكل طبيعي الفكرة جات منين أصلا وأنا عارف الأهلي دايما بيفكر بره الصندوق فكرة زي دي جات منين أساسور بداية طبعا الحمد لله غاني عن البيان أن أي حد مشاهد للنادي الأهلي بجميع فروق أن حصل ثورة إنشائية في عهد كابتن محمود خطيب ومجلس إدارته غير مسبوقة في تاريخ النادي الأهلي تبع الكلام ده طبعا عندنا إن شاء الله فرق التجمع والخامس اللي هو فرق قائرة جديدة في غضون شهر قليلة المرحلة الأولى بتاعته تفتح فكل الكلام ده بيحتاج مننا طبعا مقود أكبر في اكتساب مزيد من العضويات للنادي الأهلي الحمد لله النادي الأهلي دايما هو بيع نفسه كاسمه كعضوياته يعني حتى في القائرة دايما عندنا كم من العضويات أسبوعيا بنعمل مقابلات للناس بحيث أن هو يشتركه في عضوات النادي الأهلي بدأت جات الفكرة كابتن محمود الخطيب يعني دايما في زياراته للدول العربية فبيلتقي بكثير من الجاليات المصرية المقيمين هناك بدأوا تكلموا عكبتن محمود وطرح الفكرة على المجلس الإدارة إن إمكانية إن يبقى فيه وفد موجود وإنتهزناها بمناسبة بطولة كاس العالم الأندية إن نكون موجود ومعايا أستاذ محمد رمضان نائب مدير الاشتراكات والأستاذ ماريان نائب مدير إدارة التسويق بحيث حمل الترويج كاملة إن شاء الله للأضوية ومقابلات تم تحديد موعدها مع الجاليات المصرية برضو كان الطلب برضو لأساس أن هم برضو هم بيتكلموا كابتن حمود الخطيب قبل كده إن معظم أجازتهم بيكون في الصيف وفي نفس الوقت الفترة دي إحنا المفروض من أول أبريل الأضوية في فرع القاهرة الجديدة والشيخ زايد هيتم زيادتها تبقى لآخر موافقة أخدناها من جماعة الأممي فبالتالي جاءت الفكرة إن إحنا يعني عايزين برضو نساعد الناس إن هم يلحاوا قبل الزيادة في الأسعار في الأضوية وفي نفسه لأتي فكرة جديدة من نوعه إن نلتقي بالمصريين اللي في الخارج نسهلهم الدنيا في عضوات النادي الأهلي النهاردة كانت البداية كان فيه النادي المصر القاهرة رئيس مجلس دارة المهانس إبراهيم أبواجيلا وطبعا كان معا الأستاذ عفتاح إسماعيل الأهلاوي المعروف يعني قد بالنادي الأهلي موجود في الإمارات يعني كانوا محددين مواعيد وبدأنا النهاردة بمجموعة من خلال النادي المصر القاهرة وفي مجموعة لقاءات إن شاء الله ومواعيد أخرى خلال اليوم الجاء النادي المصر القاهرة اللي هو في دبي بكرة برضو وبعده إن شاء الله في دبي وبعد التحرك برضو أعلمنا عنه للجميع بالمواعيد المسبقة اللي هنكون موجودين فيها طبعا دي برضو بادرة كان لها رد فعلي جميل جدا من المصريين يعني هم محتاجين على طول دايما يبقى فيه حتة التواصل إن هم تسهيل عليهم حتة أضوياتهم في النادي الأهلي وفي نفس الوقت كانت فرصة ليهم إن هم يتعرفوا على أحدث منشآت النادي الأهلي والحاجات الإنشائية الجديدة كلها اللي بتحصل يعني الحمد لله أنت فرح التجامع والخامسة على مساعة حوالي خمسين فدان في نفس الوقت الإقبال عليه كبير جدا لتواجد النادي الأهلي كالعادة في أي منطقة جديدة يعني يعني فكأنه ما كانش موجود فيها قبل كده فالحمد لله دي هتسهل الدنيا وفي نفس الوقت هتعمل مزيد من الرواق العدويات النادي الأهلي اللي طبعا للصرف على الإنشاءات الكتيرة اللي هي لخدمة الأعضاء دايما بتحتاج عدويات جديدة خصة في الفروح اللي هي بتنشأ حديثا فبادرة جميلة وإن شاء الله يبقى ليها على طول مردود وخطوات أخرى في باقي البلدان العربية الشهر نتائج الجلسات أو الاجتماعات بتاعت النهاردة كانت إيجابية؟ جدا الحمد لله يعني إيجابية جدا مع ضيق الوقت كمان يعني لأن الترتيبات كتبت قريبة جدا ومع ذلك الحمد لله يعني كان فيه إقبال كويس جدا وبدأوا يتكلموا عليك حتى من الحاجات الحمد لله الجميلة لما فيه برضو المصريين هناك لأن التذاكر بتاعت المباراة الأولى نفدت كلها من على الموقع فمشكورة شركة الشركة النادي الأهل للخدمات بكرة هيكون فيه الأستاذة نسمة مديرة في الشركة النهية هتبدأ طرح التذاكر ليهم هناك تذاكر موجودة يعني هتتحرك بها لدبي للمصريين لمشاهدة المباراة إن شاء الله بإذن الله يعني ملف مهم جدا مجهود كبير وعظيما حضرتك من مجلس إدارة النادي الأهلي وده أمر أكيد يعني مهم جدا لكن في نفس الوقت بخلاف هذا الملف الناس كلها دائما بتتفائل زي ما قال الكابتن أسامة حسن في بعثات النادي الأهلي أنا عن نفسي مصفرتي شماكسا خريغ لما رجعنا كبير تايف إزاي البطولة بظروفها يعني بمركز حضرتك قعدوا مجلس إدارة النادي الأهلي برضو الكلام إيه التفكير إزاي بالنسبة للمجلس والكلام اللي بيوصل للعيبة والجازفان لا برضو تاني أنا بكرارها دي هو الحمد لله الحزوز والتفاؤل دي بالجماهي للنادي الأهلي والمنظومة الجميلة كلها يعني منظومة النادي الأهلي كلها كلها إن شاء الله مبعث للتفاؤل مبعث للفعل الحسن يعني فربنا يوفقنا إن شاء الله والأجواء كلها الحمد لله كالإخوة الإماراتيين استقبل حافل وظيافة ورغم كل الصعوبات اللي بيقابلها النادي الأهلي إنما إن شاء الله نتمنى من ربنا أن يحالفنا التوفيق ويحالف المنتخب بكرة إن شاء الله التوفيق في مباراته يا رب فهو ده دوري النادي الأهلي زي ما كابتن محمود الخطيب في كلمته قريب ألا هو بيبقى الأول مصر وبعد كده النادي الأهلي إن النادي الأهلي طول عمره هو في خدمة المنتخبات القومية وفي رفع اسمه مصر فربنا يوفى المنتخب إن شاء الله ويوفى النادي الأهلي إن شاء الله ويفرح جماهيره العظيمة وجماهير مصر وكلها شكراك أستاذ طارق بتوفيق دامارو ألف شكرا ده كان لقاءنا مع الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة العضوية بالنادي بالمناسبة طبعا عايزة أطمن كل الناس على المهندس خالد مرتجي خبر أكيد كلنا عرفنا خلاص يعني المسحة بتاعته بقيت خلاص سلبية موجود معنا بشكل طبيعي في مقر الإقامة النهاردة حضر مران الفريق ويعني متابعة مستمرة من نوك رئيس باعثة طبعا للنادي الأهلي هنا في أبو ظبي وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي في هذه البطولة كابتن إسلامي كابتن أسامة العودة لكم في السوديو تفضل